زي من تابع مع حضراتكم ما يحدث فيه قطاع غزة لحظة بلحظة المستشفيات تحت القصفة الأطفال تحت القصفة حتى مش فكرة ان احنا بنستهدف مدنيين ولا قتل المدنيين لكن حتى يعني هم بيستهدفوا أو فيه هدف عندهم اكنوا فكرة حتى الموت البطيء يعني حتى المصابين في المستشفيات لم يسلموا منهم يعني مصابين على أسرة المرض بيصارعوا الموت في حالتهم حرجة حتى هؤلاء المصابين مش سيبينهم حتى لهم يعني يأخذوا حتى هدنة أعتقد ما يحدث فيه قطاع غزة تخطى حتى فكرة جرائم الحرب هذه جرائم ضد الإنسانية هذه جرائم غير منطقية حتى ليس هناك منطق فيما يحدث فيه قطاع غزة كل يوم بيخرج تصريحات من الكيان الإسرائيلي عن وجود أنفاق تحت مستشفيات عن وجود أنفاق تحت مدارس ما الذي يحدث أعتقد أنه يعني يعني الدقائق والأيام القادمة بتحمل دائما الجديد وبتحمل الإجابات عن كل هذه علامات الاستفام على أي حال زي ما قلت لحضراتكم يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي مخطته لإفراغ قطاع غزة من المواطنين الفلسطينيين من شمال ووسط غزة معرفت ألاف الفلسطينيين ترك منازلهم وتمسكهم بالبقاء فيها حتى لو كانت مهددة بقصف الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال بيواصل جرائم الإبادة الجماعية في غزة وارتفع عدد شهداء العدوان لأكتر من 11 ألف في دليل واضح بما لا يدع مجال لأي شك بأن الاحتلال بينتقم من المدنيين بعد فشلوا الزرية